اسميتي عبد الرحمن والد في مدينة ايتملول ولكن هذا ساكن في مدينة اخرى حيث كانت غير تزادية في هذه المدينة ولكن لم يدرت خمسة سنين تحولنا في الاب ديالي شخص محافظ ومتدي الأقصى درجة الوالدة انسانة كدير نقاب وتخلقت وسط هذا الجو العائلي متديين وعرف قائل لك يسمع دابة وعرف ستتخني بحالة تزادية وسط عائلة طالبان لا لا الأمور عادية والوالد الطحوكي معنا وعيشين السعادة رغم أننا نقسم بزال تحويش على أساس الحرام والحلال ولكن أخويا جاوزوين وعاجبنا وما كانوا الوالدين نرفضوا علينا أي حاجة ضروري ما نتشاوروا ونتبادلوا الرأي الأب ديالي كان عضو بارس في جماعة دينية اسميتي العدل والإحسان اللي قديم معايا نفس شاد ولقاء اللي كان كنتفرش فيها مثل بودكاست غير يعرف شنو كان ترليمه واحد من جمع دي العدل والإحسان اللي كان وحدانا معنا نكمل القصة دي الدري هذه الجماعة بعيدة كل البعد على الأمور السياسية دياله لكن كانت حاضنا الشباب نفعلت شحال من دري من التشرط وأنه يصبح ولد الزنقة وأطرات بزاف ديالناس وعاونيش بزاف كان في عمري 12 عام وأنا وسط هذه الجماعة كنا نخيمون ديروا الأنشيطة وسط الأوقات الفارغ حال الكورة العمان وحتى حفظ القرآن وكان كل شيء يحترم كل شيء وهنا حتى أنا بغيت نقول لكم من غير الميولات الاساسي فيك ديال هذه الجماعة كانوا في صراحة العقل يلعبوا ماتشات في الغابة يتعلم لك الدروس ديال الدين حالك كانت واحد الشبيب اللي معدناش في الدرب ندروا هم واحد اللي وقيتها غير بيناتهم نغاوة تكون غادي معهم لعب ماتش وتزلق لك شيء حاجة أحرام يدفن أمك في الغابة نغس صاحبك وتقول لك رجاج عندي مرة والبارح أتسمع ديك عبد الكريم إيجليده مواما كنت نضحك هذا شيء ما كان مرة عش ديالما فوق ما أريد أن نضحك لك ناركو موطي للشيريل ويجلبني واحد آآ انتاليك تي قلت لي نحن الشلوح والأمازيق أخويا أين عمرا قلت لك شيء الشلوح بعدها من أعز الناس عندي من بعد الأصل ديالي اللي هم تفيلات راشيدية وذلك نواح حتى يأتيوني معقولين متدينين كيف مما يقولوا واحد الماتش يقولون جدي شمكار في الشلوح خير من اللفقية في العربية وتذا بخصني يقول لكم ما قد نضحك معاكم وما قد يتلع لي وما قد نضحك معاكم وما قد يقدرون صاحبتي تأكد جوك عادي زعماك نضحك وانا تعيرني انا فاصل نضحك معاكم ولكن في الحقيقة من هذا المين برد يبدوين على المدون والأجناء ولاد مراكش لا يعني معاكم عندي صحابي من مراكش وكان عرفهم سنين وعزازة عليها والرجولة وكل شيء ولكن أكبر بوغصونتاج ديال الدراري اللي قديمة يترى لي معاهم مشكل هو من مراكش يمكن أن يكون مراكش ويدوي عليك وتكفاص ومني لا تكون شيئا أخويا لم أعرفت لماذا الكثير من الناس في حلقة تلاقي معاهم وكاملين من مراكش لا يمكن أن تكون صدفة يقوم بصباك ويقول لك اه 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 نعود أن أقول لكم لك أن أضحكوا أخويا خيب مراكش يمكنني أن يكون سوف ينصحر مراكش ونقع لي شيء واحد تمام مراكش يمكن أن تنجيع ونقع لي لا يمكن أن تنجيع ونقع لي ونقع لي أنا أخويا لم يكن مراكش ونقع لي كيف تكلمت من المشاهدين ونقع لي ونقع لي في انستغرام ونقع لي ونقع لك ونقع لي مراكش غالية كما تصورت مع قرد ما فيه 3 ثانية ونقع لي 50 درم ونقع لي قرد ما فيه 50 درم ولمشكلة لا يوجد بما تصل لك سوف يخرجون بقرودهم حتى النار كانت عندي 18 عام لمشيش مع الأب ديالي عند واحد القيادة في الحزب الديني كان عارض على الواليد بقنا قلت سير حتى الناحظة أخر تنمشي لطوالات وانا غادي كانت طليل قليلا حتى نرى حورية بيضاء اللون تقول القمر نزل من المجموعة الشمسية وجاء قدامي نور طريقي أخي ما عرفت شدك ما أعطاكم 200 مائتين ما راك مبوق وهي واقفة وانا كذلك لكن راكت آية في الجمال أول مرة نرى الفرماج عنده نيف وعينين ورجلين أو ديالكبر ورصة عائلة متدينة أجهد لأدراء الحمار حاولت نجمع تشتاد التفكير ديالي اللي تهرس بحل الشيكاس الدجاج وقلت لها أنا كان تمتم وعرقين بحل السابق هشام القروج ما سمح ليك تبغي يمشي لطوالات ويقول يا أه ماشي مشكل وزادت صوتها يقلت لك حسن من صوت نور وشيرين وزيد على اليوم حتى أم كلهم ما ستاقش بي صوتها خرق لي قلبي وما رأى على الحدود ولا أعراف الدولية أخوية الشعر أدرى عندك زايد وتاتشيك يقرروا لكم تماما مع الدراس ولا دريز منين جاي مشيت للطوالات اللي أصلا بالتلفن ما درتواله دخلت وخرج تقلص أحد الواليد وما كرهت جديك اللحظة نتكعله ودني ونقول لي هاد البنية اللي عمي بغي تدابة ندال دارنا ثانينا ومشينا بحالنا لغدلي كنت قارحت ثلاثية مع الجوش ولكن فقط مع السبعة ومشيت حدى دارهم نعصر عليها لا ربما تخرج تذهب للمدراسة لكن للأسف ذلك الصباح لم تذهب رجعت بحالي مع 12 لطار وكان ديكستا عندي أول عام في الجامعة كما لا يعرفين نقاري مع الجوش وانا نقول بلاش وبقيت عاصرت في محدى دارهم وكانت هذه أول مرة في حياتي كنغيب على القراءة حتشفت باب دارهم التحل وخارجة واحد البلارة واحد الحسناء بواحد اللي بس محترم رجعت فيها التقفقيفة والرادة والحشمة والخلعة وزيد من عندك هذه البنت أعطى الله الزين والواقار وكانت يلا كتقرف السين كيام ما تقول لأخونا واش بغي تصفتني معك كيف أش كتقرف السين كيام تقصح ماذا هذا الخرق يارب تكون ساقطاش خمس سنين ولكن يأتي بي الله وشادة من نيتو يعودنا على دراحة داوية كتقرف السين كيام ويرك بدوفيل لكن أخلاقها الخارجية تقول لأسادة جامعية مهم وقفتها وقلت لها أهلنا بنت الحاج بوغوس زوين ايتملول حمار اتشارة ما يدرش أي شخص فيكم هنا تصنط عندك شنار توقف على شيء وحده ما عنده 18 عاماتي في الحبس تعرفنا وتبدلنا الأرقام الهواتف بنية حسنة أنا كان غراضي تزوج بيع خاصة أنني كنت خدام وكان قرأ وكان عندي مصدر دخل آخر كيف تديرك تبيع السوك وزيد على الوالد كان تاجير كبير وكانت الفلوس الحمد لله قلت لماذا لله غير تشد الباك ديالن تزوجه شبال يكون فاتفي واش عادي إذا لم يكن هناك شخص غير يرى صغير أهل تشد الله وكن ضنج لم يكن لديك حق ترى فاب يرى كبير باكي عدنا في فرماج لا تجعلني أخرج من فمي رأى هو لك يقوله أنا تشعر فو منك تقرأ تكشير يجب أن يتبيبه ويتموته في الإدتين تعرف أنه كنت ندرو في التليفون تقريبا كل نهار ميساجات واتصالات هو تكون عندك درية ودرية مختلفة ليس من فصيلة جوج جوج من الحاجة وكتقلب لك غير وقتها تهزخنشة السكر ومشموم 16 مئة لا هذه الدرية من فصيلة أخرى كأنت قع في مخلوقها غير البوسة ديالة تجعل فلاديمير بوتين يعتادر ويبوس لسيدنا راسو عفتش كون غادي يبوس لسيدنا راسو انتا مني غيغبروك في الحبس هذه ليست جوجوج من الحاجة يجعل خمس سنين في الحبس وكيف أشكى انتا قا في تسيدك تقريبا كل نهار لا تتخور يلا كنت تعلمت عن المعادلة ما عرفتش منتا قا فانتا تقلب عليها ولكن معدي نعم من اللي توقف معاك تحسس أنه قدامك كيان ووجود ينعل مدونة المرأة والأسرة ينعل شيء قورية ولمية خليفة غير ليلة معها دي من بعد تضعوني في حالة بانتقالت المعاوم ولا بغت المدجي ألف مرحبا وشهده يتملو لعرفتش كيف يدريك تقريبا في سنين كيان وليلا على باقي ما فهمت شو ما زالت زيت في ذاك الريز ديالو سمعوا سمعوا تشمع فاقع العياقة والأناقة صباعات بحل فريتات تاكلهم بلا مايونيز هذا اللي كيكتب يسطورة شي مستي غنقزوا الشعر ديالو أخويا هيلال هاد العام ديالها شفتها مرة واحدة ومن بعيد ومع ذلك كل حبيناتنا كيفوت الخيال العام الثاني كان عنده السيزيام ودرت العكادو حيث جابت الشي هوي بنقطة زوينة نفس الشيء في الباقي ومشيت لواحد الجامعة اللي كينا في مدينة أخرى والتي أنا كنخدم فيها وكنقرافها لعام الثاني ماستر أوف هذا بشي وصلنا للغولاسيون وليقال ما عرفت وش باقي نزيد نسبقه ولا ندوزوها لي حيث ما عمروا تطلق معها قويا في كومنتر شكت قولوا فاتشي حيث أنا خربقني مدينة كنطلقها ولكن عمرى مديت يديعليه وكنت ديما كنقول له الزواج غير نكمل الماستر دياني إن شاء الله كملت الماستر وقدر الله علينا نمشي لألمانيا لمدة 6 شهر فوق ماسيون معنا في الشركة وكنت تعمل معهم من أيام القرية 6 شهر كنا 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 هدرون مرة وليجوش في السيما أنا كنا عارف كل شي مشغول كنت درت علاقات في حدود ولكن كنت معاشر واحد القوم من صحاب دير صهير ليالي كنت معهم العجب ولكن لم تبليت مهم أخوتي رجعت من ألمانيا وبدأنا نطلقه من جديد ديما وصلت الباب دارهم ونحن في حالي حتى كانت الشركة درت لها طنوبيل والخدمات زادت تكترات والتي تمجبر جوش ثلاثة مرات في السيمانة كانت دي بلاسة النتيجة هي والتي نشوفها مرة في السيمانة ولا مرة في 15 يوم حتى التليفون القص حتى كان عيام من الصوقان معها نسالي كنبغي غير الناس بدأت تعود لي على بنات جيرانها في الزنقة بدأت تخرج معهم وقدت تخلط في المدينة كملت الإجازة ديالا وقدرت لها كادو وحفلة مع أدوك البنات نيت لم يهم هذه المدة كاملة يلا كنت شديدها مرة مرة أغلبية الدراء اللي كانت تفرجوا هذا سيقولوا عليها دمدومة أو برد ولكن أنا لم أكن أريد الحرام أريد أن نجوع حتى أن نأكل في الحلال خاصة هي جامعة كل شيء الشوارمة بدأت لأب ديالي وصارحته بالبنت صاحبه كنت تحمقني وأريد أن تزوجه الوقت قال لي يا أبدي وش مقتانع أبديك البنت قلت له آه هي اللي بغي نكمل معا حياتي قلت يا سمعني مزيان الأب ديالا رأى كتر من صاحبي الله يرضيعلك ما تخسرش لي علاقتي به أو ما مستعدش نخسر صاحبي ندير بحساب هات شيء صعفي ذاك الشي اللي كان مش نخطبناه من دارهم كان كل شيء على ما يوراهم شافقنا على أساس نديرو العقد غينسى لأموري ديال الخدمة ونشوف نستاقر لناخد دار وديك ساعة نديرو عقد النكاح وش هذا عقد جديد ومعنا نرى ممكن فهمشت شيء بالزاب للعربية الفوصحاب حتى باباش منضموش واحد من قطيب خلق الله قال لي يا ولدي دياللي تسلكك وبنتي أمانة في عنقك ومع عمرين جين شرط عليك شيء سيصير الله يسهل عليكم نحن بناتنا كالحب والتعناب الرومانسية واحنوه الاكتنابت شيء فعه هي نيت بنا دم دكنولكي كتبلها الرسائل من رب العربية الفوصحاب الليل وإن خدكي في قلبي لا أنام فقط حاجة اللي ما كانت هو العقد اللي قلت لكم قبيلة أما كانت شعور ديالنا بجوجنا مزوجين أنا كنحكم وفي نفس الوقت كنقدي بالواجبات المادية كتشري لها ريبي وميروندينا في الساحة وهي كذلك الزوجة المطاعة شفر الله لكم تسيدي تطلق عليها سمكة تطون العنيدة صيفات كنقول عادي أمور بحال هذه ضروري ولا بتتمنى كعارف الزواج تخاصمنا ذاك الصيف وفق ما كنزيد نحزرها تسيدي تطلع كتريت عليها بسماء الهضرة على أساس سيدة جمع راسة وتقدب وكما كيقولوا هذا عقاب في حداته ويقدر يرجع للطريق يعني شعنا كنهضره مور الصيف وشدنيتك هدرنا على مراته ويك تزوجه مراتك ممكن تهدر معه في الصيف شخيبة صعبة التعطل على الدرياج بدلا لك عيشت صاحب ديال كوليج وهي اللي بدتك تقول ليا نجين تزوج بها خلاص وفي أقرب وقت يعني بقى ما تزوجوش ويقول لك خربقني بعد عقدادة وعقدادة وقال إذا ما أدواه وقالوا صافي راديالك قرأوا الفتيحة وقال إذا وجلتين أنا في ذلك الوقت قديت كنت تردد ونقول بالله شوية اللي زربوا ماتوا وزيدة لها ما كنتش مستعد بحكم يالله بدلت الشركة والشركة جديدة اقترحوا عليها وتاني فورماسيون في سبليون وكيناحت إمكانيات الساقرة تماما ما كنتش عارف راسي من رجلي وقلت لها اللي كانت تقلقات وما بقيتش كتجاوبني بزير ولكن بقين على تواصل ادبرت لها على خدمة بس ما ترجعش لي لدارهم حيث ما تقبلت في الماستر اللي بغيت دك الصديق اللي توسط لي باش تخدم معاهم في واحدة شركة كبيرة كان مره مره كي يجيب لي خبارها وهي ما عارفه باللي عندي صاحبي تم نتغرسه في تدير الانتيرفيو عادي نوذر خدمته في الباكراوند كان كي يقول لي را فلانة مره 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 ما تجيش ورا هي لازات ما زال غي يجريو عليها تكن تسول كيف ديرها مع الخدمة تقول لي لا بس عند بالي را هي ما حاملاش دقي الخدمة وكتقول لي يا هكاك باش ما تقلقنيش واحد الوقت ما بقيتش كتمشي والولد قالها ليا ولكن هي كتقول لي العكس وانا ساكت ما كان قولوا له واحسن حاجة كندرتها هي ما قلتش لها رشاف دياله صاحبي موهمولينا كن هدرو عادي ماشي بالزاب إلا ما عيدش لا ما تعيدش يا مره تجيب مره ما تجيب حتى بغل بيفوك الحريرة كنت رجعت من الإسبان وعطاني الشريكة شهر راحة مخلص كنت كنخرجها الأحسن أوطيلات وانتقهوا وفيهم واتهليت فيها رك عارف كنت تكون راجعة من شي صافار ويبقى تصابرة معاك واتوحشتها ولكن اللي بنت كانت باردة شوية في تعمو وبدأ كيبليت طمع تخلى كتكون موندي أحسن ماكلة تجرني اللي مولت تاخد اللي بغيت وانا كنت خلص كنت عمى بحب أخوتي وحتى حمار طبعا غير توضيح للبنات ليكون في علمكم الراجل شحل مكان عنده دي الفلوس ولا ريتش غير يشوفك غادة خارجة معه كتضر بيش لي حساب على جيبه وتكيسي شوية ليه غادة يعطيك ورقة حمرة حتى ماشي دمادم وكتعرفت ميز ما بين هذي وهاذي ولكن أخويرة الدريات ماشي دمادم وهذه العيبة اللي كتقول انت ارى الدمو دات وبالتالي تقول لك لا لا نمشي وانا ندخل غيرنا تعطي شدك مزيان كساعدة تتعلق لك المهم شدني الأب ديالي وقال لي يا صافر اطولتي على السيد في هذه المرحلة الخطوبة خصنا نقضيه اللازم لا تعرف ايش تلفش قبيلة ركنت الخطوبة قلت لي الوالد ركنت تقاتل لكي نشري دار عدنا توكل على الله صداق الوالد مسكين شاري لي هو دار في موقع زوين وقال لي يا الله توكل على الله انا جاني بباك مسكينة بدأت تحشمه مع السيد وخليتي داباه ونايد كدير لك شيء على المقنار الأول رجعت نخدمه وقررت صافي نأخذ كونجي باش نمشي نضرب البيض في الكحل داك الشي اللي كان دفعت الخدمات تقبل وقررت نجيب مالين الدار يدوزوا الصيف في المدينة اللي أنا فيها وفيها حتى الدرية ومنها قد نخرجهم مرة مرة المهم ديس نقلب على شيء دار مفرشة للكرة يدوزوا من يدار الصيف وقلت تحتاج تسالي والعطلة ديالهم قلت نقول لهم رغن ندير العقد وما غدت كل حفلة لهم يحزنون تواصلت مع الصديق لي أعطاني نمرة دير السمصار السمصار رغن نسميه عيصان كنت كان عارفوك نشوفه بزاف القهوة شاب من ذاك النوع اللي صوته حرش بكترة البليان واشمي الده وديمالابس دي باردور وخل برد أبو زبالة زمل ميخي سنسل في العنق وقلت في الده وقلت ندادر الشمش نهار سبت الصباح بكري وخرج من مدينتي وشد الطريق وصلت لك لعشر ونص صونيت على السمصار لم يقوم وقلت صونيت جابني في اللوكاليزاسيون كي نأتي لديه الحصن الحد أنت تقريب لديك البلاسة فين كين ديك الدار بحلاء عام رفاشي يستطيع الشوقك وكتك ندوز ديمة قبلتها لكي كنت تقرب خصّاو الأن Facile قلت من السمارات هل سابت من المسلمين وضدمت من السمارات تقريب في انتي لم أعرفها ومن سمعت ما أكavant التي لا أشانج العثلة وعندما أكبر للسمارات تنقل الغainen يعمل في الطوال في الأول اسنج مؤم��들 هي الموضوع وتشفضل الضوء أما تسمع خراء topline في محر بمصنج خارج سكان الجزء و المفاجأة هي تحلل وقت بيط باب احطة بالتوازي أنا أحد الباب من الخارج ومن جهة البيت الداخل سمعت صوتها وعرفتها في الأول شكيت ولكن دار حوار بينها وبين البنت التي حلت لي الباب قلت لأي وفلان كترت اتفقتي دابا نظار مخلاك الصوت عارفه ولكن الصورة ماذا؟ قلبيك يدرب 450 دقائق ثانية هنا سأقوم بالتلافون كانت تفاجأ باكة طلالية وشدتها هستيريا للضحك سيدة لابسة سوتين وشورت وطالقة شعرها أنا تصدمت ومسو عبس كنو كنشوف هي بقى كدضحك بالجاد بقوة الصدمة سلاحيت على أمه كنقج فيها والبنت الخورة كددفعني خرج أخونا من الدوش كيدفعوا فيها لكن أنا وليت بحل شي طور أعطيتها قتلة دي للكلاب نوتها تمة أخونا فهمت ديكور كي هدن فيها قبطني للطنوبيل وققا كي يقول لي هذي كراغادي الزنقة ما تتسوقش لها ونتهر عجل هو عارف راسه مقوضة حيث ممكن ديك الساعة نغرق ليه وعندهم تمة في الغالي بالتباوق في الدار مشيت واحد الخلاق بديت طنوبيل كي تكين بكي تحال على الشمتة اللي تشمت والنية اللي خرجتها عليها صناعت عليها كتر من عشرين مرة ما كان جوش تهدنت شوية مشيت شربت قهيوة وأنا نعيط لها صبيتها مزيان وحلفت تنشرها لها وغنصوني لبها ودارهم غير يعرفوا كل شي بقات كتطلب فيها ورغيب وقلت لي رأيها غلطات وتبعدوا كل ابنات اللي كانوا كريات معها الحاجة اللي اندمت عليها ما حييتش لها فلوسي اللي خسرت عليها إلا ما في راسكمش في القانون إلا شريتي للدرية في الفترة دير الخطوبة كدوات وبقاموا عندك اللي غيوسي ومن بعد تفسخيات رخص الدرية تردهم لك وتقدر تدعيها القادية الشف انستغرام من عند ريسا حبي في القانون اتشي كنقول لكم بصح بعد مما رجعت في حالي قررت نبدل وجهه واندم واندار البلاسة أخرى وجهه مكانش كيب الشر بالخير وضغية ستعيق بيه الواليد تكالميت وتسمى اللي فيه كامل خويته في الخدمة حاولت ننساها وما قدرتش وصبرت تصبرت وانا نصوني الواليد ديت كان عود ليه هو مصدون قدت لي دابة صوني البابا فكوا هاتشي ويعرف بللي والد كلبه وهذه كانت أول وآخر مرة خسرت الهدرة قدام الواليد بابا قال لي يا فينا نجي عندك جاء وكان هدر معي بعقلانية وقال ليه بالليلة بابا ساق الخبار سوف يدبحها ونصدقه خرجنا على أسره مهم الأب ديت اللي عرف كيف يكالمي القادية صوني تلك الكلبة قلت لها هي تكلف تعلم بابا ما بقيت حتى حاجة والسبب منها لكي لا تخسر العلاقة للأب ديت اللي مع بابا مهم سافة رجعت الخدمة صيف توني دي بلاس مون اللي لم تسقلتوش ماشيت لدولة إفريقية دو سفعت من شهور ورجعت ولكن ما قدرتش ننسك جاء بالله تي سير في خدمة حسن من اللولة هاد المرة إسبانيا مشيت ما رجعتش الصيف اللي داز كنت جيت للمغرب وقلت علاش لله نرجع لديك المدينة ونحاول نعرف خبارها تلاقيش مع أصحابي وشفنا ذلك السمصار واحد مدينة كبيرة بثاف سهلة تلقى الخبارات سوّلتو علاق قل لي يا راشاد ذا ديك الطريقة رسميا دابا ولا تلو بناءها بيدار حقيقية حيث تزيف بها التوفمسكين الله يرحمه لا تكشي على الزعمات وقال لي واحد من النواة تصدمتني كثير قال لي يرى هو براسه يعني السمصار كونفيرمالية أنه وقعها ماشي بنت وقعها محترفة من جميع الجهات اللي فيها يعني أستاذة تعطاني نمرتهج جديدة السمصارتها هو كان باقي شد السور واللي كان مقيدة بتسمية الزبدة السابه معروف وماشي غير أنا اللي كنت نشوفها الزبدة البنت كانت بيضة بزاب وزوينة للأسف ضيعت راسها تصلت باب النمرة دي البرة من الكلمة الأولى عرفتني قات كتبكي عليها وتقولي يا راند مات وكتبغيني اللي بدأ عندي قصائحة من جهة الحاريم ما بقيت كنت تقفيهم نهائيا حاولت نصحها وقطعت حاليا في عمري 36 عام وما كان فكر نهائيا في الزواج وأنا بلا ما نكذب عليكم باقي ما تصرت ليدك الشي اللي دارت ليا باقي الشمتة ديالها كنت تفكر بحل وقعتها البارح وسمحوا لي لطولت عليكم أخوارك طولت علينا ولعبت لنا بمشاعر مرة نسبوك مرة نسمعولك ولكن في الخير قدروا نقول لكم هم باش بقى ستوري مزيان نسمعوها اللي كانت في شكل بزاف وكيفاش غير تكتاب لك أنك تشوفها ما كتي تقدر سيد وكيفاش الدريات يقدروا يخرجوا على راسهم اللي مشو تتبعوا ديك الطريق كيصحاب اليوم غا توصلهم شي حاجة يا في حقيقة مع عمار كتخرج مقادة معرفت أنا براسي لكي تفكير دير شي دريات اللي مشوف ديك الطريق حق الفلوس ولكي انتعراش أصلا كتديرات شي باش في الخرط شو اللي عندك واحدة الحياة عائلة يلا إلا ما كنت أدول هدف ديال كان معنا ما نقول ولكن إلا كان أدول هدف أراك غدا في الطريق اللي غدا عكس هذا الشي وما تبقاش تشوفوا في الدريات اللي باقين في الليسي ذاك الوقت دياننا ديرت حالة دي وكنت معرفت كتجين عادية درية لكي تقرم معنا فليسي وكي تجي تلقى ليه واحد بطنوبيل ما عارشاش ما كناش كنعرفوا هدف كالبيدوفيل ونسبوه ونشيروا ليه بشي حاجرة دا برا الوقت بدلات وانا كنفهموا الله يخليكم تهلا وتهلا يلي يا فراسك كنبوسك يليك انتي فيت 18 عام نشوفك في النكستوري باي باي